وبدأ سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أيام زيارته لموسكو والتقى رئيس المفاوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي تيجران ساركسيان وتم في خلال هذا اللقاء بحث اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الاتحاد الأوراسي بيضم خمس دول هي روسيا وبلاروسيا وقرغستان وكازاخستان وأرمينيا سيادة الرئيس هو متواجد في روسيا في زيارة بتستغرق ثلاث أيام وعلى هامش الزيارة دي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر النهاردة تعليمات مهمة بتوقيع تفاقية شراكة شملة وتعاون استراتيجي على أعلى مستوى مع مصر الحقيقة أنه يعني هذه القمة أو هذه زيارة من سيادة رئيس السيسي إلى روسيا هي زيارة مهمة ومش منقول مهمة لمجرد أن هي زيارة لدولة كبرى زي محورية طبعا وقضب من أقطاب العالم وهي روسيا أو لقاءه برئيس بوتين أو لقاءه برئيس الوزراء ديمتري مدفيدف لكن لأنه كمان توقيت الزيارة مهم في وقت في مصر يعني بتمر بمرحلة مهمة جدا سواء كان في اقتصادها ونموها وجنيها لعدد كبير من ثمار برنامجها الطموح بالإضافة إلى التغيرات الدولية الأخرى اللي مصر يعني جزء من المشهد الموجودة فيه شايفين أنه الوضع اختلف جدا في سوريا على سبيل المثال وروسيا مهتمة جدا ومنخرطة تماما في هذا الملف وبيراد لمصر أن هي تلعب دور أكبر على المستوى الإقليمي شايفين الأمور كمان بتاخد منحة ومنحنة أكثر جدية في المشهد بشكل عامل خريطة مختلفة مصر عنصر فاعل وهام جدا بالنسبة لعدد كبير من الدول والمهم كمان الإشارة لي أنه سيادة الرئيس سيلقي كلمة أمام مجلس الاتحاد الفدرالي الروسي اللي هو أعلى غرفة في مجلس الدومة والحقيقة أنه ساعتها هيكون سيادة الرئيس هو أول رئيس دولة أجنبية بيقوم أو بيلقي كلمة في هذا المنبر المهم وبتأكيد ده أمر له دلالته بشكل كبير يعني بيوضح قد إيه أنه روسيا مهتمة بالفعل بهذه الزيارة ويعني لديها رغبة في تعزيز التعاون بشكل أكبر مع مصر على كل المستوى